اشتركوا في القناة وكان في بلاد الصين ملك حكيم وكان لديه العديد من الابناء اكبرهم الامير تشانج الذي كان الملك يهيئه ليتسلم الحكم عند بلوغه سن الثلاثين حين بلغ الامير تشانج التاسعة والعشرين من العمر كان قد اتم بنجاح التدريبات العسكرية وتفوق في الدروس السياسية والفلسفية لكن والده الملك قال له اخشى لا تكون مستعدا بعد لتولي الحكم تعجب تشانج من كلام والده وسأله عن قصده فاجابه الملك لن تكون ملكا قبل التجول في ارجاء الصين مشيا على القدمين زادت دهشة تشانج من هذا الامر لماذا يتجول على قدميه وليس على جواده ولماذا يتجول في البلاد شبرا شبرا ولديه اعوانه اعوان يخبرونه بكل ما يريد معرفته عن بلاده لكنه قرر تنفيذ الجولة ليعرف بنفسه سر طلب والده لبس الامير تشانج ملابس عادية وحمل بعض النقود الفضية واخذ معه عصى من الخيزران ومضى مضى وحده في البلاد يتنقل من مكان إلى مكان ابتعد تشانج عن المدن الكبيرة واكتشف اماكن نائية لم يرها سابقا وشاهد قرى فقيرة لم يشاهدها من قبل فقرر حين عودته إلى القصر مساحدة أهالي هذه القرى ورعايتهم من قبل الدولة وحينها فهم قصد والده من هذه الجولة وصل تشانج إلى غابة كبيرة وقبل أن يقطعها سمع عواء الذئاب وزئير الأسود فتلفت حوله باحثا عن سلاح يدافع به عن نفسه وإذا برجل يحمل آلة الكمان الموسيقية يقترب منه مبتسما ويحييه بكلام ودود كان صاحب الكمان يريد أن يسير في الغابة أيضا فقال للشانج وهو لا يعرف أنه ابن الملك لا تخاف أيها الشاب سنعبر الغابة معا من دون خوف أو قلق راح الرجل يعزف على كمانه أنغاما هادئة حالمة فعبر مع الأمير الغابة بينما الوحوش نائمة أعجب الأمير بعزفي صاحب الكمان وأخبره أنه أمهر عازف عرفه حتى الآن شكر الأمير العازف وقدم له بعض النقود لكن العازف اعتذر عن عدم قبولها وقال للشانج احتفظ بنقودك أيها الشاب فأنت تبدو في حاجة إليها أكثر مني تسمى تشانج للعازف وقال أنا الأمير تشانج وسأصير الملك قريبا ضحك العازف من كل قلبه غير مصدق ادعاء تشانج ها؟ إذن أيها الأمير الذي يتجول من دون جواذ أو سلاح كافئني حين تصير ملكا واجعلني قائدا في جيشك وعده الأمير تشانج أن يفعل ومضى كل منهما في طريقه يحلم بالغدي وينتظر وصل الأمير تشانج إلى واد صحيق وهناك هاجمه قطاع الطرق سلبوه نقوده والملابس ضربوه وتركوه فاقد الوعي عثر خياط على تشانج فأخذه إلى منزله وأسعفه وأطعمه كما أخذ يخيط له ثيابا جديدة بدلا من التي سرقها اللصوص في أقل من ساعة كانت الملابس جاهزة نظر تشانج إليها فأعجبته كثيرا وتأكد له أن هذا أمهر وأسرع خياط عرفه حتما استعادت تشانج عافية واستعد للرحيل فسأل الخياط اطلب ما تريده أيها الرجل الطيب لكن الخياط لم يطلب شيئا فراح الأمير يشجعه لا تخجل اطلب أي شيء فأنا ابن الملك وسأصير ملكا قريبا ضحك الخياط وقال كيف تكون ابن الملك وتتجول وحدك ويصدع عليك اللصوص لا 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 سامحني لا يمكنني تصديقك لكن الأمير أسر على رد جميل الخياط فقال له الخياط إذا كنت حقا ستصبح الملك فاجعلني قائدا في جيشك وعد تشانج الخياط بتنفيذ طلبه حين يتسلم الحكم مضى تشانج نحو حدود البلاد وهناك هاجمه بعض جنود البلد المجاور وصوبوا سهامهم نحوه نجى الأمير مرتين فهل سينجو هذه المرة؟ وماذا يمكنه أن يفعل؟ السهام مصوبة نحوه وهو أعزل الجواب عند الصندوق يقول الصندوق ظهر شخص من خلف الجنود وراح يرمي السهام نحو أصابعهم فأصابها وأسقط نبالهم من أيديهم فولوا هاربين كان ذلك أمهر رامي سهام راهود شانج حتى الآن نصح رامي السهام الأميرة أن يبتعد لأنه دخل منطقة الأعداء شكر الأمير رامي السهام لأنه أنقذ حياته وسأله أن يطلب ما يريد ولكن رامي السهام لم يطلب شيئاً وحين أخبره تشانج أنه الأمير وسيصير الملك قال مبتسماً إذن اجعلني قائداً في جيشك حين تصير الملك مرت بضعة أشهر وبلغ الأمير تشانج الثلاثين فتسلم الحكم هؤلاء الثلاثة لا يملكون خبرةً في القتال والمعارك إذا أنا تشانج أصر على قراره لكن الأخبار السيئة كانت في انتظار الملك الجديد جيش العدو يتقدم لغزو الصين اجتمع الملك مع وزرائه وقادة جيشه لوضع خطة مناسبة لدحر الهجوم القريب لكن الظروف كلها كانت ضد الصين وملكها فالجيش الصيني قليل العدد وغير مدرب بما يكفي على القتال تقدم رامي السهام باقتراح يجب أن ندعو كل شخص في الصين قادر على حمل السلاح إلى التمرن على رمي السهام سأقوم أنا بتدريبهم جميعاً كانت هذه خطة من أجل المستقبل لكن الملك تشانج يحتاج إلى خطة قريبة لدحر العدو اللدود الذي يقترب من الحدود قال عازف الكمان أنا عندي خطة لن نحتاج فيها إلى جندي أو سلاح أو حتى درهم أخبر العازف خطته فسخر الوزراء منها لكن الملك تشانج أعطاه الموافقة على تنفيذها لأنه كان متأكداً من نجاحها مضى العازف إلى تلة مشرفة على معسكر العدو وراح يعزف ألحاناً رقيقة ويغني أغنيات عن الوطن والعائلة ودفء البيت وحنان الأطفال سحرت الألحان الجنود وأججت شوقهم إلى عائلاتهم وأهلهم وديارهم فراحوا يتساءلون لما نحن هنا؟ لما يجب علينا الموت في أرض غريبة بعيداً عن وطننا وأهلنا وأطفالنا؟ بدأ الجنود يتركون المعسكر وتفرقوا في لمح العين فزال خطر الهجوم عن الصين لكن بعد فترة وجيزة جمع قادة جيش العدو الجنود والمحاربين وشأنه هجوماً جديداً على الصين لم يكن الجنود مستعدين بعد فاقترح الخياط خطة لكسب الوقت وطلب توفير أكبر كمية من الأقمشة انكب الخياط على خياطة أثواب للجنود الصينيين فخاط عشرين ألف ثوب أحمر ومثلها أخضر وعشرين ألف ثوب أصفر ومثلها أسود ومثلها أزرق لبس الجنود الأثواب الحمراء وقدموا عرض مشات أمام عيون جيش العدو ثم لبسوا الأثواب الخضراء وقدموا عرضاً شبيهاً وفعلوا الشيء نفسه مع الملابس الأخرى ضد قادة جيش العدو أن كل فرقة مرت هي فرقة مختلفة عن الأخرى فرأوا أن عدد الجيش الصيني أكبر بكثير من عددهم فأمروا جيشهم بالتراجع وهكذا زال الخطر عن الصين ولكن إلى حين بعد شهور اكتشف جيش العدو خدعة الصينيين فزحفوا مجدداً نحو الصين وهم عازمون على احتلالها وتخريبها لكن هذه المرة كان رامي السهام قد أعد أعداداً هائلة من الرمات المتدربين والمهرة فدافعوا باستماتة عن بلادهم وهزموا العدو شر هزيمة بفعل خطط القادة الثلاثة عازفوا الكمان والخياط ورامي السهام كافأ الملك تشونج القادة الثلاثة وجعلهم أقرب وزرائه ومستشاريه وأرفع القادة في جيشه وفي عهدهم عاشت الصين مرحلة من السلام والازدهار والأمان وأنا يوم ذاك كنت ماراً هناك سمعت ورأيت ولكم حكيت وطار الطير تصبحون على ألف خير ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة